السلام عليكم إن شاء الله اليوم حنكمل دروس تعلم اللغة الإنجليزية مع أستاذة مشاعر ياريت لا تنسون تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل جلس التنبيهات وإضافة تعليق مع عمل لايك للفيديو ونبدأ تفضلوا أستاذة هلو افريون هاو ايو تالي ان شاء الله سنحن نتحدث عن الارقام في اللغة الإنجليزية أول رقم عندنا هو زيرو صفر زيرو زي ما تشايفين الرقم عددا زي ما هو مكتوب هنا ومكتوب كتابة بالأحرف ضروري نحفظها بالحالتين الحالة الأولى تقريباً نستخدمها لما نكتب أرقام تليفون رقم شقر رقم شارع الحالة الثانية ممكن نستخدمها في الكتابة المقالية لنبدأ بالنسبة لكتابة 1 كتابة تختلف عن نطقه لدينا هنا أو لكن ننطقها و و نطقه 2 2 3 التيم على اله أعطني صوت الث 3 4 5 هنا الركز إن عندنا ال-f وال-v 3 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 13 نركز على 13 13 حكس لما نجي عند 30 لأنه دائماً في لحبة طوالة بين 13 و 30 14 15 16 17 17 18 19 19 أوكي نجي عند 20 طبعاً في اللغة في اللهجة البريطانية 20 الأمريكية 20 21 22 ونجي عند نبدأ بالتسلسل من أول جديد 23 24 25 26 27 28 29 نجي عند 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ونرجع 40 الأرقام لمسألتكم intense العشرات اللي هي 10 20 30 40 50 60 لكن لما نبدأ نعم يعني الحين أنا أحفظ من 0 إلى 10 أو إلى 20 كبداية كبداية أفضل يعني نختصرها من 1 إلى 5 حسب القدرة يعني تقدر تحفظ من 1 إلى 10 لا قصدي طريقة الحفظ الحين عندنا 20 21 22 هذه كلها مكررة 30 31 32 يعني أنا أحفظ من 0 إلى 20 بعدين عندنا حيسهل بعدين الباقي بعدين أحفظ 30 بعدين 40 بعدين 50 بعدين 60 بعدين 70 بعدين خلاص تصير 41 32 44 70 71 70 نفس الطريقة صح؟ ايو لأنه إذا حفظنا الأساسيات اللي هي من 1 إلى 10 فهي نفس الفكرة هتكرر كل مرة في كل رقم يعني هنا 1 هتلقوها هنا 11 هنا 21 بعدين 31 41 51 61 يعني الفكرة الحفظ من 1 إلى 20 أو من 0 إلى 20 لأنه 14 13 هذي مختلفة بعدين عاد عندنا 30 40 50 60 هكذا العشرات بعدين خلاص نسعد مش عليها 61 62 نفس الألقام اللي حفظناها أول نعم تسهل أكثر اوكي اوكي متفضل اهه اوهنا عندنا 41 42 43 44 ونشوف السمينج يختلف 40 عن 4 هنا عندنا F O U R هنا 40 والأر هنا في البريطاني ما ينطقوها يعني 40 وما ينطقو الأر So 40 42 3 44 45 46 ونفس الفكرة 47 48 49 وندخل على 50 50 وليس 15 اوكي في فرق بين 15 اللي هي 15 وبين 50 50 وما نقول هنا 15 كتير اسمعهم نقولوا 15 هي ما هي 15 هي 15 15 اللي هي F I V E هذه 15 لكن هذه 5 10 يعني أول ما حففتها أنا من زمان أول كنت خربت بينهم حففتها الطويلة هي القصية هو الصغير ايو دائما اللهوط هي العكس هي الرقم أصغر يكون أطول ورقمه كبير ايو يكون أكثر بالضبط أنا حففتها كذا 15 اللي هو الطويلة خلاص هذا الكبير 50 للعكس أيو تمام أنا بالضبط 15 50 وهكذا هيا 50 نعم شكرا 51 52 53 أهم حاجة غير أنه نعرف كيف نقرأها وننطقها لازم نعرف كيف نكتبها لازم نحفظ خلاص يعني أكيد 50 خلاص عارفناه نكون نعرفين كيف نكتب 1 2 3 4 5 6 like this 57 57 58 59 59 وحيجع عندنا هنا 60 وحنا نوجد مريتانية ندخل على نفس الفكرة 61 62 3 64 65 66 67 68 69 79 وبدأ عندنا 70 طبعا درولي كل أعفنا طبا اسلمي طبا 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 89 طبعا كما نرف الكتابة يعني إحنا مجو نكتبها رقما دائما نبدأ من اليسار لليمين يعني 89 هكتب 8 بعد 9 عكس العربي بالظبط ممتاز نعم نحفظ 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 101 101 101 200 200 لاحظوا مكتبنا S هنا هي كده 200 300 400 500 600 200 100 200 200 100 500 700 200 900 800 500 900 نجح عند 1,000 ألف لذلك 1,000 لدينا هنا ثلاثة أصفار لذلك 2,000 بيبدأ أرقام أكبر large numbers لذلك أرقام كبيرة يبدأ يطلع نفس الفكرة نجح نقول 1100, 1100, 1200 هنرجع نقول نفس الطريقة ونفس الترتيب ممتاز ممتاز 10,000 100 هنا وجانك رقم كبير زي ما تشوفين فاصلة هنا 100, بعد أن نطلع أصفار تعبر عن 1000 كيف حنطقو؟ هقول 100,000 100,000 100,000 100,000 طيب أستاذ الحين باقي بس جزئية آخر جزئية المليون صح؟ تمام تضري عندنا 1,000,000 هذا هو 1,000,000 10,000,000 ما حنقول 10,000,000 متل نقول مليون لما ما نستخدم معاها أرقام لكن إما يكون في عندي عدد قبل كلمة مليون أو مليون مليون سأقول 10,000,000 11,000,000 لكن في كل حالة بدون عدد سأقول مليون أو مليون كناية عن الملايين طيب نجي عندنا هنا How to read this number What do you think? This is a large number So we are going to read it from the left to the right So we'll start with this one 1,000,000 23,000,000 So 123,000,000 So 123,000,000 نجي عند العدد اللي بعده بعد الكومة أو بعد الفاصلة عندنا هنا 456,000 456,000 The last part here of this large number is 789 789 That's it Thank you ممتاز تمام الله أعطيك العافية كل شيء واضح إن شاء الله مع الدرس القادم الله أعطيك العافية إن شاء الله إن شاء الله طيب الحين في نقطة